اشتركوا في القناة على الجيدة من حلقات برنابل مرسلتنا الكديم ومالات علم نفس وعلم الاجتماع. كل سنة وحاداتك الطيبين النهاردة ان شاء الله معنا اخر درس من درس علم الاجتماع وهو التطرر والعمل. بالدرس ده شكرا كده نكون خلصنا المنهج سواء علم نفس وعلم الاجتماع ونبدأ بقى من الحلقة اللي جاية ان شاء الله اللي هي حلقات المراجعة سؤال وايجاب بالنظام الجديد اسئلة فيها فكر معين ازاي نعرف نحل ازاي نستعد الامتحان دي بقى مهمتنا في الفترة الجاية ان شاء الله شباب وتستعدوا معايا كده عشان ده يعني الخلاصة بتاعت المنهج كل هنحط النافط على الحروب ازاي نحل اسئلة ازاي نقدر كده نخلي في مرونة فكرية واحنا بنفرق السؤال بحيث ان احنا بنختار افضل البدائل من الاختيارات اللي موجودة عندنا. ده كله نتعلم مع بعض في الحلقة الجاية ان شاء الله. النهاردة اخر درس لدرس علم الاجتماع بيتكلم على التطرف ولا منفر. اه طب اللي يقرأ منكم او اللي يسمع او اللي تعبع الصحف او اللي يتابع التلفزيون او الانترنت عني ان مظاهر العنف دي والتطرف مالية لمجتمعات كلها. يعني زرارة العنف والطرف دي ظاهرة عالمية موجودة في كل المجتمعات على اختلاف مستوى التقدم مش هنقول ان هي خاصة بمجتمع معين او خاصة بفئة معينة لا 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 العنف ده ظاهرة عالمية. والتاريخ السياسي مليان كل صوره واشكال العنف. يعني اللي يقرأ التاريخ كده يلاقي الفكر الفاشي والفكر النازي وغيره وغيره يعني العنف ده حاجة موجودة من يعني التاريخ بيقولك من قديم الزمان وبتشمل كل المجتمعات. مين هما شباب الناس اللي بتمارس العنف والتطرف دي? مين? المطرفين دول ناس بتبقى بتأثر في المجتمع. يقولك ان هما اشخاص فاعلين. فاعلين يعني لهم تأثير. مش ناس ما هو لو واحد في جنب كده او مش مؤثر ما يعني فكره وهو حر بفكره مع نفسه. انما ده انسان عايز ينشر الفكر بتاعه. الناس الفاعلين ديت بيتجاهلوا حكم القانون. يعني ايه? يعني مش عايز يمشي على قيم وعادات المجتمع والضوابط بتاعة المجتمع القانون. احنا فاكرين يا شباب كنا قلنا حاجة مهمة كده في مادة الفلسفة. ان الحال الاجتماعية اساس على الحفاظ على نظام اجتماعي. لا ده مش عايز نظام اجتماعي. هو عايز نظام دماغه هو. مش عايز قوانين مجتمع يلتزم بيها. هو عايز اللي في دماغه ينفزه. عايز مجتمع متجانس. يعني ايه متجانس? يعني مش فاهم بعضه. لا لا التجانس من الوقت نظره هو العقيدة اللي في دماغه كل يمشي عليه. عقائد متصلبة. فكر متصلب. يسموه ايدلوجيا. فهو عايز كل الناس تمشي على الفكر المتصلب بتاعه. فكر بتاعه غلط. عايز كله يلتزم بيه. يرفض التعددية. يرفض الاختلاب. بس جمود فكري. افكار متصلبة. واللي مش يمشي على الفكر بتاعي يبقى عدو. ده شخص متطرب على طول. لا عنده مرونة فكرية ولا عنده تقبل الاخر ولا عنده تسامح. الناس دي كده. لعندها تسامح ولا تقبل الاخر خلص. طيب. الناس دي عكس شخصية تانية. اسمه الريديكالي. يعني هي الريديكالي. يعني انسان يقبل بالتعددية والاختلاف. المصطلح دوت الريديكالي معناه قبول الاختلاف والتعددية. انا اقبل الافكار المختلفة عن افكاري. اتناقش معاه. انفتح على سقبت الاخر. انما اقفل دماغي على فكر معين. والفكر اللي خاص بي. والفكر دوت خطأ. وهنشره كمان بالقوة. هنشره بالقوة ده انا دخلت بقى فيه. انا دخلت في عنف. عشان كده الموضوع بتاع اسمه ايه? ممسوع انه تطرف وعنف. عشان كده لك التطرف والعنف ووجهين لعملة واحدة. ما نقدرش ندرس واحد ونسيب التاني. ليه? لان الفكر المتطرف يرتبط بسلوك عنيف لمحاولة نشر او نشر هذا الفكر. فدايما التطرف والعنف مرتبطين ببعض. عشان كده الدرس بتاعنا اسمه التطرف والعنف. وجهين لعملة واحد مرتبطين. ما نفعش لدرس واحد على حساب الله. يبقى عرفنا المتطرف ده ايه? ينظر المتطرف عنه اشخاص فاعلين في المجتمع يتجهلوا حكم القانون. عايزين مجتمع قايم على ايدلوجيات متصلبة. عقادة ايدلوجية سابتة اللي هي ماشية في دماغه هو. بيسموه مجتمع متجنس من وجهة نظره. عكس مين يا شباب قلنا عكس الريديكالي. اللي يقبل بالتعددية يقبل بالتنوع يقبل بالاختلاف. دي مقدمة عن العنف والتطرف او التطرف والعنف. ايه بقى مفهوم العنف? انا عند تعريفات كتير هنا شباب. لانا طبعا مش بحفظ تعريفات خلاص بقى الحفز ده كان في النظام القديم. بس هقول التعريفات كلها عشان افهم يعني ايه عنف? يعني ايه عنف? مفهوم العنف. العنف هو الاستخدام العمدي يعني قاصد للقوة البدنية او النفوذ او النفوذ قوتك او نفوذك. تهديد بهدلك بيه او بعمل فعل تهديد او فعل. تهديد ده ضدك انت كشخص او ممكن يكون ضد جماعة او ضد الزيت او مجموعة من الناس او فئة معانة في المجتمع بيهددهم فعلا بقى يعني بقى مارس العنف فعلا معاهم يعني ممكن يكون تهديد وممكن يكون فعل. بينتج عنه ايه بقى? بينتج عن العنف دوت ايه? طبعا مارس العنف ضد شخص هيحصل له ايه? هينتج عنه اصابة او موت او ضرر نفسي او سوق نمو او قمع. يعني ممكن يتصاب. ممكن يموت. ممكن اقذي نفسيا. ممكن ما اخليش يقدر يقول وجهة نظره. ده واتي بنعمل قمع. او النمو بتوعي بانموه غير سوي غير سليم. اسمه سوق النمو. سوق النمو. زي ما قلت لكم شباب ظاهرة العنف دي من الظاهرة محلية ده ظاهرة علمية. يعني موجودة في كل المجتمعات على اختلاف مستوياتها. يعني ظاهرة علمية. كلنا بنشوف بنسمع تفجيرات في دولة مثلا زي امريكا في دولة زي المانيا في دولة زي فرنسا في دول الدول الاسلامية في الدول العربية. يعني ظاهرة العنف دي ظاهرة عالمية. كل المجتمعات بتعاني منها. اطبالك بتتكرر كل الدول بس باشكال مختلفة بس. لها اشكال متعددة. يعني مهم ان العنف ده بيمارس بس باشكال متعددة ومتنوعة. بس في الاخر هو ايه? هو عنف. طيب بيبزارة العنف الظاهرة عالمية. ظاهرة علمية. طي somewhere ايه? تعروف بقى يا شباب عرفنا العنف. يعني ايه تطرف? يعني ايه تطرف? هنتكلم عالتطرف الفكري. انسان متطرف فكريا. افكاره متطرفة. يعني ايه متطرف؟ يعني بعيد عن الوساطية. كلمة متطرف يعني انا مسك القلم ده كده من المنتصف. طب لو انا مسكت القلم من الحرف كده يبقى انا مسكته من الطرف بتاعه. بعدت عن المتاع. او مسكته من هنا نفس الحكاية. التطرف نفس الحكاية. البعد عن الوسطية والاعتدال. انت شخص مش وسط. انت شخص مش اعتدالي. انت لأ انت متطرف. انت يا في الشمال يا في اليمين. انما مش في الوسط. فهو التطرف المعنى اللي هو بتاع البعد عن الوسطية والاعتدال في تناول امور الحياة. كل حاجة في حياتك كده مبتخدهش بوسطية. لا ده انت متطرف في ابقارك. متط في افعالك في تصرفاتك. متطرف حتى في يقول لك تفكيرك. فالتطرف هو البعد عن الوسطية والاعتدال. ما فهوم التطرف? تبقى ما فهيم كتير جدا. اول حاجة يقول لي فكر متشدد. يبتعد عن الاعتدال الوسطية والسماحة بتناول البشر لكافة امور الحياة. والمطار التابع على ذلك من? سلوك عنية. يبقى التطرف تحول الى عنف. عشان كده في الاول قلت لك ايه? العنف والتطرف مرتبطين. فكرك متطرف ومتشدد وبعيد عن الاعتدال بتتناول امور الحياة من غير وسطية. وبعد كده الكلام ده والتحول الى سلوك عنيف بياخد بقى اشكال متعددة. ده ما فهوم التطرف الفكري. طب التطرف لتعرفات تانية. حالة من التعصب للرأي. لا تعترف بالاخرية. رأيي بس هو لا صح. ولا اسمع وجهة نظرك ولا ان انا هوافق عليها من غير ما اسمع. وده التطرف برضه. كونك ان انت ما تسمعش غير بس رأيك انت وترفض اي رأي اخر? ده نوع من انواع التطرف. طب فيه تعريب تاني يقول لك اسلوب مغلق بالتفكير. يعني قافل دماغك على فكرك انت. ما تفتحش نافذة حوار. ما بتتنقشش مع حد. تقداش حد ينقشك بالفكرة بتاعك. انت هو فكرك اللي صح? واي فكرة تانية غلق. انت يا معتقد كده. طب ايه تاني? تعريب برضو التطرف. الغلزة في التعامل. الخشونة في الاسلوب. الفزازة في الدعوة. شايفين الالفاز يا جماعة? شايفين بقول ايه? غلزة. خشونة. فزازة. طب ايه انسان مش مش ورصة خالص. لا 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 ده هو لما يجي اتعامل مع الناس كده تلاقي اسلوبه فز في التعامل. هتلاقيه عنده يعني يجي دعو حد الحاجة كده هتلاقي اسلوبه غليز في الدعوة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو نبيه الرحمة. رب الله سبحانه وتعالى بيخضه ويقول له ايه? ولو كنت فزا غليز القلب لن فضوه من حولك. الدعوة لاي حاجة لازم يكون فيها يا شباب. لازم يكون فيها رحمة. لازم يكون فيها تعاطف. لازم يكون فيها اسلوب لين رقيق. الشاب اللي راح رسول صلى الله عليه وسلم وقال له ايه زن لي يا رسول الله بالزنا. ما نهروش. ما دربوش. ما شتموش. داخدوا كده بالراحة كده وقال له. اترضاه لأمك. قال له لا يا رسول الله. اترضاه لأمك. اترضاه لأمك كده. وفي الاخر ملس على سدره كده. شفتوا الاسلوب في التعامل. شفتوا الدعوة بتيجي زي يا شباب. انهم المتارفين مش كده خالص. اسلوبه فضل وغليز. الخروج عن القواعد تعريف للطرف الاخر. الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير الشائعة في المجتمع. انا مش ماشي على قيم المجتمع ولا معاييره. انا ماشي على اتجاه لوحد. يبقى انت كده متطرف. دي كلها تعريفات للتطرف. طيب. التطرف ليه ثلاث مستويات. ليه ثلاث مستويات. فيه مستوى معرفي ومستوى وجداني ومستوى سلوكي. اه فكروكم بحاجات دولة شباب? اكيد طبعا. فكروكم بايه? اه? بمكونات الاتجاه. مكونات الاتجاه في علم النفس. نفس مستويات التطرف هي نفس مكونات الاتجاه. مستوى معرفي. يبقى فكرك متطرة. اه يقول لي يتسم المتطرف. بايه? انه ما يقدرش يشغل دماغه بطريقة صحيحة. ولا مبدعة ولا بناءة. قافل دماغه على فكر معينة. انما يفكر بطريقة جديدة. او يفكر باعتدال وسطية وسامح لا. يبقى ده مستوى معرفي للتطرف. يبقى التسم المتطرف بين اعدام القدرة على التفكير والتأمل بطريقة مبدعة وبناءة. خلاص. انت قافل دماغك على فكر خاص بك. ورفض ان انت تغير ورفض انت تفتح نافذة حوار. يبقى دي ناحية معرفية. يبقى المعرفية بتتكلم على الافكار. تكلم على المعلومات. بتتكلم على الجانب اللي هو العقلي. مستوى جداني. فعالات بقى. احبه القراهية. الانسان المتطرف بيتسم بالقراهية المطلقة لاي واحد يخلفه في الرأي. اي واحد بيخلفه في الرأي هو كره. حتى لو الرأي دوت اللي بيخلفه رأي صحيح. بس طلبه من خلفه يبقى هو انسان منش من وجه نظره كده. القراهية المطلقة. مش بس كده. ده بيكره الناس كلها. ده بيكره نفسه. يعني القراهية بس مش للناس. ده قراهية لنافسه كمان. لا لا معها. هو هو كده. ده وجداني. الانسان المتطرف وجدانيا. انسان كره لكل شيء. حتى كره ذاته. وبرضه عنده حاجة اسمها اندفاعية ومبالغة شديدة. اندفاعية ومبالغة جديدة. ماشي. ده المستوى الوجداني. تعالي بقى للمستوى السلوكي. سلوكه ايه? قلي بقى لك. سلوكه عنيف. دايما سلوكه بيتماس بالعنف. اندفاعية بلا تعقل. مندفع كده في سلوكه عنيف من غير ما يشغل دماغه خالص. من غير عقل. يبقى سلوك مندفع. بلا تعقل. دي ناحية سلوكي. يبقى دول تلات مستويات للتطرف. مستوى معرفي. ما اقدرش يشغل دماغه بطريقة مبدعة وبناها ابدا. مستوى جداني. قراهية مطلقة لأي واحد يخلفه في الرأى. قراهية لذاته. قراهية للبشر جميعا. مستوى سلوكي. هتلاقي المطرف دوت سلوكه بيتميز بالعنف الشديد. وبيندفع اندفاع شديد بلا تعقل. دي مستويات التطرف الشباب. طيب. عرفنا التطرف ومستوياته. لازم حاجة مهمة جدا. لازم نعرف سببه ايه. الاسباب اللي بتدفع الشباب للتطرف والعنف. الاسباب اللي بتدفع الشباب للعنف والتطرف. طبعا الاسباب دي كتير ومتعددة ومتنوعة. ممكن تختلف من شخص الى اخر. بس يعني دي الاسباب عادة اللي بتدفع التطرف والعنف. ممكن تكون كلها مجتمعة بشخص. ممكن يكون حاجة منها مجتمعة بشخص معايا. مش لازم كلها تكون موجودة بشخص واحد. قبل من اقول لها شباب انا عندي فيه ناس كده ممكن تستغل مجموعة من يعني الظروف اللي بيمر بها الشباب وتستغلها لصالحها. عشان تنمي عندهم سلوك التطرف والعنف ده. ودي ناس لها مصالح. خلي بالك. ناس لها مصالح. فعايزة تحقق مصالحها. فتستغل ايه بقى? تستغل الرب او الاحباط اللي موجود عند الشباب وخطبلك عشان تحقق مصالحها. طبعا ممكن يكون الشباب عنده احباط. ما الظروف الاقتصادية او البطالة او 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 او. يجي بقى ناس لها مصالح تستغل الكلام ده عشان يحققوا مصالحهم. يعملوا اعمال تخريبية في المجتمع وخطبلك ينفزوا الخطط بتاعتهم. ده ممكن ده يكون سبب استغلال بعض الافراد اللي هم ولهم مصالح. الاحباط والتبرير الموجود عند الشباب عشان يحققوا هدفهم بالاستراتيجية. اسباب التطرف متعددة. ممكن يكون سبب متطرف سبب ذاتي. يعني حاجة خاصة بك انت. انت السبب. واحد يقول ازاي مستر ان السبب تتطرف. انا هقول لك انت ازاي. ايه بقى ان العمل اللي هم سببه للتطرف ده يكون عامل ذاتي. خلي بالك احيانا البنية النفسية بتاعت الشاب نفسه. بنيته النفسية. واخد بالك تنشئته الاجتماعية. صحابه. البيئة اللي نشأ فيها. ازاي? في ناس ممكن يكون العنف ده حاجة يعني جاك في تكوين الشخصيات بتاعي. وفي ناس ممكن يكونوا تربوا على ربض الاخر وعدم اه الحوار وعدم قبول الرأي الاخر. تنشئة اجتماعية خطيئة. ممكن الناس يكون البيئة اللي هو عايش فيها اصحابه او 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 ادو للطريق دوت. او ان هم يعني يحبوا ان هم يغرزوا فيه من صغره فكرة العنف ديت. فكرة الانشقاق عن المجتمع. فدي اصبحت اه البيئة والتنشئة الاجتماعية والاسرة والاصدقاء والعمل الذاتي هم سبب التطرق. يبقى اصبح العامل هنا عامل ايه? عامل ذاتي خاص بك انت. يبقى بنيتك النفسية او تنشئتك الاجتماعية. في تنشئة اجتماعية تقول لك اقبل الرأي الاخر. اسمع وناقش. وحاول تثبت رأيك بالعقل كده وبهدوق. في ناس تانية تقول لك لأ. يعني هي تربيتك اسمع الكلام وخلاص. الكلام اللي تقلق نفزه. او الرأي بتاعك نفزه وما تسمعش وجه تنظر حد. خلاص عودتك ان انت متقبلش رأي الله. عودتك ان انت بتتنقش. ان رأيك تنفزه حتى لو هو غلط. فدي تنشئتك نمعي خطيئة يا شباب. يبقى لازم يكون في تنشئة تقوم على الحوار على قبول الاخر على التعددية. انما الاسلوب الخطئ في التنشئة ده ممكن يؤدي بنا الى التطرف الفكري. يبقى ده عامل من عوامل التطرف اللي هو العامل ازادي. طيب. برضو من اسباب التطرف التحديات اللي بلواجه الشباب. تحديات اللي تواجه الشباب. طبعا مشاكل كتير جدا في المجتمعات. فالمجتمعات دي ممكن تخلي الشاب مش قادر ينخرط في المجتمع. مش قادر يندمك في المجتمع. فده بيخليه في نوع من العزلة شوانا. بلك ايه التحديات دي? اول حاجة ممكن يكون مش لاقي القضوة اللي هو يقلدها. اللي هو يبقى ازا يعني؟ افتقاد القضوة. الشاب مش لاقي القضوة ولا في المدرسة ولا في البيت ولا في المجتمع اللي حواليه. القضوة الحسنة اللي هو يتمنى يبقى زيها. كنا قديما شباب زمان مش قديما زمان يعني. ليا كده مثلا قضوة معينة. في مدرس معين كده كان نفسه بقى زيه. كان قضوة بالنسبة لي في الاخلاق وفي العلم وفيه فبس عندنا بقى زيه. الاب كان ممكن يبقى قضوة لابنه. بلك نمازج في المجتمع مشرفة زي العلماء وزي رجال الدين. كانت طلب يقولك نفسه بقى زي ده مجبر نفسه بقى زي ده. قدوة موجودة. دلوقتي الشباب يفتقد القضوة دي. مش لاقي قدوة معينة. بلك يبقى افتقاد القدوة ممكن يكون سبب من اسباب التطرف. مش دي حاجة. تاني حاجة الجهل بالدين او فاهم الدين غلط. ليه? لان معظم المتطرفين بيتضحك عليهم باسم الدين. ليه? عشان هو مش فاهم دينه صح. مش فاهم دينه صح. او هو مش عارف الدين اصلا. فاي حد يضحك عليه. لما اضحك عليه واقول له ده انت لو عملت كده هتنال الشهادة وتخش الجنة والكلام ده كله اصلا غلط ملوش اساس. هيصدق. ليه? عشان هو جاهل مش فاهم دينه. فالجاهل وسؤل فاهم للدين دوت من اسباب التطرف. طيب. دع ثقة الشباب في كثير من اجهزة الدولة. لما الشاب يفتقد الثقة في الدولة باجهزتها. خلاص. هيبتدي الطرق. دع في الانتماء. انتماءه البلده ضعيف. فممكن يعمل اي حاجة اخربية في البلد. انما لو بيحب بلده كده بنتمي لها. هيقوم اي حد يفكر ان هو يهدم البلدات. يبقى دي مجموعة متل التحديات. من ضمن اسباب العنف والتطرف في التفاوت الطبقي. طبعا التفاوت الطبقي غياب العدالة. مفيش عدالة في المجتمع. فغياب العدالة دوت ممكن يؤدي لنوع من العنف والتطرف. لك ليه? شايف ان السروة مش متوزع توزيع حادل. شايف ان في كل قليلة تملك كل شيء. وغالبيت الشعب لا يملك شيء. فبيحس ان في ظلم اجتماعي وما فيش عدالة. فده بيؤدي الى سلوك عنيف ضد المجتمع. برضه شباب الفراغ الفكري. ده سبب من اسباب التطرف. الفراغ الفكري. يعني ايه فراغ فكري? الفراغ الفكري ان انت مش شاغل عقلك بحاجة فيدك. فده بيعتبر مفسدة. مفسدة للشباب. ان لم تنشغل بما ينفع سوف تنشغل بما لا ينفع. لو دماغك فاضية هتبقى ارض خزبة لزرق اي فكر خاطئ فيها. ما عندك شسقافة ولا عندك معلومات ولا انت بتقرأ ولا اي حاجة. دماغك دي خوية. اي واحد هيجي يزرع لك فيها ابقار? خلاص. انت لو عندك ارض فاضية كده. وزرعت فيها اي حاجة ما هتطلع. لكن لو الارض ديت فيها زرع نافع ومفيد. ما حدش ينفع خط فيها حاجة مضرة. دماغك نفس الحكاية كده. دماغك فاضية. ما انتش مصقف ولا عندك علم ولا معرفة ولا مهتم بتعليم. ففرصة لأي حد يزرع في دماغك اي فكرة خاطئ. فالفراغ الفكري مفسدة للشباب. مفسدة للشباب. طيب. برضو من اسباب العنف والتطرف وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي. دي سبب من اسباب التطرف. دلوقتي الجماعات المطرفة ابتدت تستخدم الوسائل دي عشان تجند الشباب باغراءات وبوسائل وبس فكر خاطئ ومخالف. فده برضو هيرجع الفراغ الفكري وسوء الجهل بالدين. فاصبحت وسائل للتواصل الاجتماعي دي مش احنا قلنا في الاول وقلنا في الدرس اللي فات. قليات العالمة ان البعض استخدمها استخدام خاطئ لتحقيق مصالح خاصة. هي دي النقطة بالظرط. في ناس بتستخدم وسائل التقدم التكنوليش دي عشان يحاو مصالح خاصة. وينفزوا خططهم التخريبية لما داخل اي بلد من البلاد. فدي برضو شباب تعتبر من اسباب العنف والتطرف. عرفنا الاسباب. لازم نعرف ازدان ودي اخر حاجة معنا في درسينا النهاردة شباب سبل مواجهة العنف والتطرف. بس قبل ما نقول ازاي نواجهه. دي مشكلة انفعش مؤسسة الوحدة لتواجهها. دي مسئولية المجتمع كله بجميع الاجهزة والوسائل. لازم جميع جهزة المجتمع. وجميع مؤسساته تتكتف مع بعض عشان تواجه هذه الظاهر. ليه العنف والتطرف. ازا كانت حكومة ازا كانت اسرة ازا كانت مدرسة ازا كانت جامعة. ازا كانت وسائل اعلام. ازا كانت دور عبادة. دي كلها اسمها مؤسسات المجتمع. لازم كلها كده مع بعض تواجه زارة العنف والتطرف. اول حاجة ازاي نواجه زارة العنف والتطرف? اول حاجة بيقول ايه? تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني. يعني ايه? يا خطاب الديني يبقى فيه حلول للمشكلات اللي بتواجه الشباب. يبقى حاجة تهمهم وحاجة تخصوهم. ايه المشكلات اللي هم معايشينها? واصطاب الديني يحللهم المشكلات دي طبعا عن طريق الدين. اتنين. المقررات الدراسية اللي الطالب بيدرسها يكون فيها مادة دينية كافية لتشكيل عقله. عشان ما بيقاش جاهل بالدين واي حد يضحك عليه. يبقى لازم تضمين المقررات الدراسية المادة الدينية الكافية لتشكيل عقل الطالب. ما يطلعش بقى زي ما احنا قلنا من شوية كده. عنده جاهل وسوق فاهم للدين. لا يبقى فاهم دينه صح? وراجل مصقف دينينا ومحدش يدر يضحك عليه. توحيد مصدر الفتوى على مستوى المجتمع. مش اي حد يطلع يفتي. في ناس بتطلع تقول فتاوى غلط. وبيتكون دي سبب من اسباب العنب. يبقى لازم مصدر الفتوى يكون واحد على مستوى المجتمع. ومعروب. الازهر الشريف هو دوت المصدر الوحيد. مش اي حد ماشي مصقف او واحد ارى اي كتابين في الدين يطلع يفتي باسم الدين ما ينفعش الكلام ده شكرا. تدريب الطلاب على الحوار وقبول الاخر. ما احنا قلنا سبب من اسبابه اللي هي ايه? تنشأ الاجتماعية لجمود الفكري. فاحنا عايزين ان كل الطلب يبقى عندها تسامح. تقبل الرأي والرأي الاخر. تخش في حوار كده هادي بناء. اقنعك تقنعني مقتنعناش مفيش مشكلة ما نتقنقش مع بعض. هو ده لازم نتدرب على الاحترام الرأي الاخر وقبول الاخر. تدعيم دور المؤسسات التربوية. مدارس وجامعات ومعاهد في مواجهة الافكار المنحرفة. تفريغ طاقة الشباب. الشباب عندها طاقة. لازم تفرغ الطاقة ديت. تتفرغها في انشطة مقبولة في المدرسة. في انشطة اجتماعية وانشطة رياضية. لان الطاقة ديت لو ما تفرغتش بانشطة مقبولة هي تفرغها في انشطة غير مقبولة. فتح قنوات الحوار مع الشباب من قبل العلماء. يتنقشوا معاهم بروح الابوة. يشوفوا ايه اللي بيدور في دماغهم. بيفكروا ازاي. عشان يقدروا ان هما يواجهوهم. اشاعة جوه من الحرية. يبقى في حرية للتعبير عن الرأي. ان هما يقولوا وجهة نظرهم. لان يا شباب لو ما فيش حرية وما فيش وجهة نظر هيبتدي عبر عنه الطريقة غير مقبولة من جانب المجتمع. معالجة كل صور اللي انحرافها الاخلاقي بين الشباب. ونعتبر الانسان يا جماعة المنحرف ده مريض. محتاج العلاج. مش ان هو مجرم محتاج العقاب. لا ده شخص مريض ولازم يتعالج. نعالج له الفكر بتاعه. آآ تفنيت شبهات الغلو والتطرف باسلوب يعني اسلوب شرعي وروح فكرية. يعني لو انسان فكره متطرف نقعد ننقشه ونحاوره بطريقة كده يعني طريقة عقلانية ونقنعه بالخطأ بتاعه. ننشر الدراسات وبحوث بتتناول شبهات الغلو والفكري ديت. يشوف الاشكال دي اللي هي يعني اشكال الغلو والتطرف ده بعد ما الناس دي عرفت الصح ورجعت ننشر فكر بتاعهم ويطلع يقولوا للشباب الخطأ اللي يقعوا فيه وازاي ان هما اتضحك عليهم عشان ما يقعوش في نفس المشكلة. دي كلها شباب اساليب لمواجهة العنف والتطرف. وندور ربنا سبحانه وتعالى ان نحفظ بلدنا مصر من اي فكر متطرف وسلوك حميل. بكده يا شباب نكون خلصنا منهج علم الاجتماع كاملا. نكون مخلصين منهج علم النفس قبل كده. وزي ما قلت لكم في اول حلقة ان شاء الله من الحلقة القادمة هنبدأ مزام حل اسئلة على النفس كان وعلم الاجتماعي كان. سألت مجيب لي معكم وقد دعمنا غرب تكون مشيرا ويكون في العام لوقت السلام. ورد ورد ورد. ورد. اشتركوا في القناة